اخيرا هتعملي البوفتيك بكافر متماسك وعمره مايفكم هنك تابعي معايا واحفظي الوصفة عندك البوفتيك يكون رفيع مش سميك وفي بولا هحط معلقة من الملح والفلفل اصمر وطم بودر وبصل بودر وبابريكا وشطة وسبع بهارات وبصلة مفروم هاخد المياه بتاعتها مع معلقة خلي معلقة صلصة وقلبي ريحة تحفة جدا احلى تدبيلة لبوفتيك غلي في قطع البوفتيك فيها وطبق حط فيه بيضة معلقتين كده لبن ورشة من فلفل الاصمر وطبق فيه بقصمات هبهره بملح وفلفل اصمر هحط البوفتيك الاول في الدي وعدين في البيض وبعدين في البقصمات المبهر وبعد كده خلاصي الكمية كلها وتضغطي كويس جدا وانت بتحطيه في البقصمات نص ساعة في الفريزة رهيتلع متماسك بالجمال اللي انت شايفها ده زي تكون سخن حرارة وسط على البتجاز وشوفي بقى الجمال ده وبجد بوفتيك شكله لونه زي الامر تحفة جدا احلى تدبيه لو طعمه لون ممكن تعمليه وعمره مايفك منك وتعالي شوفي معايا كده شايفة تحفة جربيه صحتين وهنا يا رب لو بتشتكن شريحة البوفتيك بعد ما بتحمريها بتقوص منك ويبقى شكلها مش لطيف تعالي اقولك على السر اللي تعمليه تخليها شكلها مفروضة بعد ما تحمريها اول حاجة في البوفتيك تخلي الجزار يقتعهولك تكون طبقة رفيع زي ما انت شايفة كده تمام بعد ما بتجي بيه بقى اتأكد انه هو متخلص من الطبقة الشفافة اللي هي بتبقى عبارة عن دهون خفيفة جدا لكنها متماسكة كده في قطعة البوفتيك بتاعتنا لو ما تشلتش هي دي اللي بتخلي البوفتيك بتاعنا بعد ما نحمره لو هي موجودة في قطعة البوفتيك تتسيح في الزيت وبتبقى شكلها مش لطيف وبتدي شكل تقويسة كده لقطعة البوفتيك بتاعتي فان ببقى شكلها الظريف هتشليها ازاي لو الجزار ما شلهاش تقدري انت تشليها بايدكي سهلة جدا جدا وتتخلصي منها انما اوعي تقلي قطعة البوفتيك بتاعتي كوفيها حرف من الدهون او القشرة الرفيعة دي شايفة هنا بعد ما تخلصت منها طبقة البفتيك رفيعة جميلة جدا مفروضة مش متقوصة وشكلها أحلى كتير من مكانة طبقة الدهون دي موجودة جرى بيها